هو دخل من فترة للتانية أيام الكابتن محمود الجهري حصل لكن إنه بقى يعلن في الظروف الحالية كمان بالشكل ده ممكن يبقى مفيد في أن يتم توسيع التجربة لأنها بالفعل حاجة مهمة جدا اتحاد المصري لكرة السلة كان عمل كده على مستوى منتخب السلة مع اسم كبير زي بريان شو وده برضو متخصص وحتى لما تكلمنا مع كابتن إيهاب أمين من كم يوم قال أهمية ده إيه إنه بيعرفك تاخد نفس قد إيه وتركز إزاي وإنت بتلعب الرمية الحرة وإزاي تتوقع إنك هتجبها والتخيل فبيشغل أقسام مختلفة في دماغك بتساعدك بكل تأكيد في الفترة الحالية طيب على مستوى الأهلي بقى بما إننا بنتكلم عن الأهلي يعني فمحمد شريف جاهز لمباراة المقاولون العرب اللي هتتلعب إن شاء الله بعد بكرة في إطار بطولة الدوري المصري وتحديدا في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من المسابقة الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن شريف تعرض لكدمة قوية في الحض ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات بداية من الغد اللي بكرة هيختتم بها الأهلي استعداداته لمواجهة ذئاب الجبل كهرباء أيضا تعافى من الإصابة في العضلة أو الإجهاد في العضلة الضمة وبالتالي شارك في التدريبات النهاردة وبالتالي متوقع إن يكون تبقى لرأي بقى كولر بيشارك أو لا لكن طبيا اللاعب أصبح جاهزا في الوقت اللي حسين الشحات وعمر السلية الشحات بيواصل التأهيل عمر السلية يعني يبدو قريبا من إنه ما يكونش موجود في المباراة المقبلة في مباراة الأهلي مع المقاولون غاية بقى له طويل للأسف يعني الإصابة طويلة من وقت ماتش ريال مدريد وتقالها يلحق ماشي سانداونز اللي فات لكن غابة عن سانداونز ثم الدخلية ثم القطن ويبدو المقاولون العرب لكن إن شاء الله يرجع على مباراة سانداونز التالية بمناسبة المقاولين وسانداونز الكابت محمود الخطيب رئيس النادر أهلي في جلسته مع اللاعبين من يومين قبل ماتش القطن قال لهم ماتشات زي ماتشات الدخلية دي هي اللي بتضيع مننا الدوري يقصد من المواجهات اللي هي مش مع الزمالك مش مع بيرامدس مش مع الإسماعيدي اللي هي مع المباراة اللي عليها الضغط الجماهير لا ماتشات زي الدخلية وفقدانها ده كان السيناريو اللي ضع فيه الدوري مننا السنة اللي فاتت ولا قبلها يعني البنك الأهلي قبل كده فاركو قبل كده سيراميكا كليوباترا قبل كده الماتشات اللي زي دي هي اللي ممكن تضيع مننا الدوري فمهم جدا التركيز معها بنفس الأهمية اللي بنديها لباقي المباراة وغير مقبول ضياع الدوري بعد ضياعه موسمين ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل يومين طيب تعالوا نسيبه الأهلي شوية لأن احنا هنرجع للأهلي أكيد مع الكابتن علاء نبيل وعايزة روح معاكم لنقطة مهمة الحقيقة وهي الدوري النهاردة بدأت الجولة رقم 21 من المسابقة وهي النهاردة